عشر سنوات اللي ختم فيها القرآن صابراً في برنامج تلفزيوني معقول برنامج تلفزيوني يستمر عشر سنوات لختم ختمة واحدة شيخي والله هذا الاستمرار يعني أولاً اسمح لي أن أترحم على الشيخ صالح كامل رحمه الله لأن من يقترب من أهل الإعلام يعلم بأن أي برنامج تلفزيوني هو ثلاثين حلقة ثلاثين حلقة هذا العمر لأي برنامج وقد يمدد فعما أعطونا ثلاثين حلقة ولا بد لي من شكر الأخ الحبيب رفيق دربي في هذا البرنامج الأخ الحبيب محمد بشير الحداد دكتور محمد بشير الحداد حفظه الله الذي كان رفيقي في هذا البرنامج عشر سنوات ونصف في هذه الفترة ثلاثين حلقة الأولى لما عين ثلاثين حلقة لهذا البرنامج كنا نقول يعني يا ترى تكفي هل سنستطيع نعرض المادة العلمية وهي مادة التجويد النظري ونشرحها بأسلوب سهل مبسط بعيد عن الحالات الخاصة بعيد عن العبارات المعقدة مستعينين باللوحات التي كانت متاحة في ذلك الزمان كان يعني تخط باليد وكذا ثم وإذا بالبرنامج الحمد لله يلقى قبول وأيضا نترحم على الدكتور عبد القادر طاش الله يرحمه المدير الأول لقناة إقراء فدعمه أيضا لهذا البرنامج ومعالي الدكتور محمد عبد يماني الله يغفر له ويرحمه أيضا كان من أشد الداعمين لهذا البرنامج وكان يدعو لي كثيرا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين كلهم صاروا في دار الحق ثم مدد ثلاثين حلقة أخرى فقلنا إن شاء الله نستطيع نعرض المادة للمي وهكذا بدأ يمدد حتى أمضينا في ثلاثمائة وعشرين حلقة ما شاء الله تبارك الله من ثلاثين حلقة إلى ثلاثمائة وعشرين حلقة بفضل الله عز وجل أكرمنا ربنا بتلاوة القرآن العظيم كله صوت وصورة مرتين لأنني أنا أقرأ ويقرأ خلفي مجموعة من الشباب المتقنين فهما ختمتان في ختمة